اشتركوا في القناة تناسب الفطور المكونات يلطين ربع كوب زعتر تقريبا ثلاث معالق او اربع ثلاث كوب حديب جبن شرايح ولو حبين زيادة شيدر او جبن صعيب والمكون الاساسي التوست ابيض او ابيض نبتدي على بركة الله بصحن عميق بكسر الياب بصدنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة د USA او اخلافها جيد ومي تجامس في النقطة اقامس توست في خليط البيض تقمس تفحت وبعدها على صاجة على النار مدهونة بزيت أنا هنا تقريباً حطتها على صاجة مالكتين زيت ترجمة نانسي قنقر بعد مطر حمارة شرائح التوست أدهمها بجد من سائل وعليها شريحة بجد من شرائح الأمانة يعني أنا أول مرة أجرب الواصبة شوفتها كلا مضطع أحبيت أجربها معكم شوفتها كلا مرة أحبتها شوفتها كلا مرة أجربة وفتح لدينا أجربة وفتح لدينا أجربة شوفتها 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 جهازة وصفتي اللذيذة علينا وعليكم بقى الصحة وعافية لا تنسون اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو مع حبايبكم الله يسعد قلوبكم جربوها لو كنتم محتارين في شنه تسوون عشاء جدا نذيذة تستحق التجربة الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله